سؤال رقم 2 بيتكلم عن البروت فورس أتاك البروت فورس أتاك هي طريقة بيتم فيها تجربة كل الاحتمالات والطرق الممكنة حتى الوصول للكي المطلوبة فبيقولي أنا بستخدم كي كان مكون من 6 حروف اللي هي موجودة في كلمة أكتف المطلوب إن احنا نعرف عدد الاحتمالات أو الاتمت المختلفة واللي حيتم إجرائها بطريقة البروت فورس أتاك للوصول للكي السليم بفرض إن كل حرفة أو لتر في كلمة أكتف حيظهر مرة واحدة وفقط إحنا عندنا 6 أماكن 6 positions فبيقولي إن الحرف الأول ممكن يظهر في أي من الـ 6 positions الحرف الثاني ممكن يظهر في أي من الخمس أماكن البقية الحرف الثالث يظهر في أي من الـ 4 أماكن البقية على افتراض إنه الأول والتاني ينشغلوا الحرف الرابع حيظهر في أي من الثلاث أماكن البقية وهكذا وبالتالي حنلاقي إن عدد الاحتمالات الممكنة اللي هو حيطلع الـ 6 فكتوريال حنضرب 6 في 5 4 3 2 في 1 حيديني 720 إحتمال ممكن بيقولي هنا إن إحنا حنستخدم كمبيوتر علشان ننفذ طريقة البروت فورس أتاك وكانت سرعة الكمبيوتر اللي موجود عندي 10 مليون أمر في الثانية الوحدة يبقى 10 مليون instruction per second لو كل قتمت كل محاولة كانت بتاخد instruction واحد فقط يطرى الزمن اللي إحنا محتاجينه لكسر الكود باستخدام البروت فورس أتاك حيكون قد إيه بفتراط إن إحنا حنستخدم الورست كيس يعني معنى كده إنه الكي السليم حيكون آخر كي حيتم تجربته حضراتكم عارفين إنه عدد الانستركشنز اللي موجودة عندي بيساوي عدد المحاولات في عدد الانستركشن لكل قتمت طيب عدد المحاولات كان كام؟ عدد المحاولات اللي موجود عندي كان 720 قتمت وكمان كان بيقولي إن كل قتمت بتاخد one instruction يبقى إذن التوتال نمبر أوف إنستركشنز بيساوي عدد المحاولات اللي هو كان 720 مضروب في عدد الأوامر لكل قتمت يعني واحد حيديني العدد بيساوي 720 أمر علي المطلوب إن إحنا نعرف السبعمية وعشرين أمر دول هنحتاج لهم زمن قد إيه باستخدام كمبيوتر سرعته 10 مليون instruction per second هنعمل إيه؟ إحنا عارفين إن سرعة الكمبيوتر كانت 10 مليون يعني 10 قس 6 أمر في الثانية الوحدة يبقى هنا هتديني واحد سكند طيب إحنا عندنا كم أمر؟ عندنا 720 أمر عايزين نعرف السبعمية وعشرين أمر دول يدوني زمن قد إيه؟ ببساطة إحنا عارفين إنه في حالة النسبة والتناسب لو إحنا عايزين الكمية دي فبنقسم على الكمية المنظرة لها يبقى هنضرب واحد في سبعمية وعشرين ونقسم الناتج على عشرة في عشرة أوسي ستة زي ما أموضح قدامكم هنقول سبعمية وعشرين مقسومة على عشرة في عشرة أوسي ستة هتديني الزمن بالسكند لكن ده هو بيقول لي يديني الناتج بالسكند وبيه المايكرو سكند الرقم اللي بيطلع من الآل الحزبة مباشرة بيكون بالسكند ده لو حضرتك التزمت بالتحويلات اللي موجودة عندي علشان نحول الزمن من سكند ليه ميلي سكند ميلي سكند حنضرب في ألفة أما للتحويل لمايكرو سكند فحنا بنضرب في مليون أو اللي هو عشرة أوسي ستة يبقى الرقم الموضح قدامكم ده لو هو عايزه بالميلي حضرب في ألفة لو هو عايزه بالمايكرو حنضرب في مليون فطبعاً الطايم هيطلع 72 مايكرو سكند